السلام عليكم معكم طلال نقار وصل معكم للجزء السادس من موضوع المحاضرة الاديمة بعدنا بالسلسلة السوائل الفلويد مانجمنت هذه المحاضرة ربما حتكون هي زبدة المحاضرات الماضية اللي كانت كلها تبطي على هاي المحاضرة خيني يبدأ بالسؤال هل الاديمة هل الوذمية تعادل هايبر فوليميا فرط الحجم حقيقة مو نفس الكنسبت ابدا الإديمة هي زيادة السائل الخلالي لا تعني بالضرورة زيادة السائل داخل الأوعية بينما الهايبر فوليميا هي عكس الهايبر فوليميا في وجود زيادة السائل الانترافاسكولر وبكل الجسم حقيقة ليس فقط الانترافاسكولر فأنا لو أقول هايبر فوليميا أنا عم أعني الانترافاس في الفوليوم عالي وممكن يكون معه إديمة وممكن يكون في عندي وزمة خلوية حتى كل السوائل زايدة بينما إديمة بيحد ذاتها تعني زيادة السائل الخلالي ممكن يكون الحجم داخل الأوعية طبيعي أو ممكن يكون الحجم داخل الأوعية نازل أو الحجم داخل الأوعية مرتفع هلأ خليني أبدأ بفكرة أنه الإديمة الوزمة لحتى تتشكل عم نحكي عن وزمة عامة موزمة موضعة لحتى تكون ظاهرة لازم يتجمع على الأقل أكسرا 2.5-3 لترز فلويد طيب هدول الفلويد منين عم يجوا؟ هل عم يجوا من البلازمة فقط؟ لو أنه نحن عم نجي من البلازمة فقط البلازمة كلها على بعضها هي 3 لتر فهلهيمو كونسنتريشن ممكن يعني يكون شديد لدرجة ممكن المريض لا يمكن يتصوره الواحد فالأديمة لا يمكن تجي فقط من البلازمة فلويد لحالة ما بتكفي فالهيمو كونسنتريشن ما بيحدث لأنه الإديمة تتشكل كما يلي أول شيء في عندي الفلويد تتحرك من البلازم للانترستيشيوم وهذا شيء بينقص من حجم البلازمة هذا شيء بيحرّض بيثاوي تنقص بالبرفيوجين بيحرّض للكلي أنه تحبز صوديوم وماء وبالتالي بيعيد حجم البلازمة لشكل الطبيعي كمعاوضة وبالتالي كلية هون عم تعاود أنه تحبز سوائل كل ما هربوا السوائل من داخل الأوعية إلى الانترستيشيوم الكلية عم تعاود وتحبز سوائل إضافية طبعاً ما نقول تحبز سوائل وتحبز صوديوم أساساً فبهالحالة بنسمي حبس الكلية للسوائل أو للصوديوم بمعنى آخر أنه الكلية عم تعاود بشكل مناسب لو نحن يجينا استعملنا المدرات عند هذول المرضى وضيعنا كثير من الحجم داخل الأوعية هذا شيء ممكن ينقص من ترويط الأعضاء وممكن يكون هذا الشيء بتشوفه بمرضى قصور القلب مرضى قصور القلب المشكلة الأساسية عندهم هي أنه الضغط عالي على مستوى الأوردة بسبب أنه الضغط عم ناكس على الأوردة ضغط القلب ما في تصريف جيد للدوران للتردقات وبالتالي الهايدروستاتيك برشة عمي علىه وبالتالي يصير عم تصير الوذمة لما عم تصير الوذمة عمين أصل حجم داخل الأوعية الكلية عم تعاود بأنه تحبز صوديوم أعلى وسوائل أعلى فكل ما عم تحبز صوديوم أعلى وسوائل أعلى عم تتشكل إديمة أكتر بس الحجم داخل الأوعية إما بحالة سواء أو يعني شوي زايد ما هو عالي بتجي أنت بتعطي مدرات وبتضيع كتير من الحجم داخل الأوعية وما بيصير ريفل بشكل مناسب بيصير عنا هايبوفوليميا وممكن هايبوتينشن وممكن يصير معه المضليل يبدأ الكرياتين يعلى عنده وممكن أنت بهالحالة نسميها أوفر دايوريسس وهذه مهمة جداً أنك تنتبه عليها وأنك تعالج مرضى الوذمات بينما بالنسبة للقصور الكلوي المزمن مثلاً قصور الكلوي المزمن حبس السوائل فيه بيكون إنابروبيات يعني الكلية نفسها ما نقاضة تطرح صوديوم وبتالي كمية السوائل عم تتجمع أو الصوديوم عم تتجمع بالجسم وعم تتجمع معه السوائل بهالحالات هدول حجم البلازما عم يزيد وحجم الانترسيش الوديم عم يزيد يعمل في ديمة مع زيادة الحجم داخل البلازما في هالحالات هدول الإدرار ما كتير بيكون له أثر جانبي سيء مرضى قصور الكلوي المزمن بحد ذاته المدرات ما بتعمل لهم قصور كلاوي لأنه هنه أصلاً عندهم فرض حجم الوديم الآن نشعر على آليات حدوث الوظامات العيد ايمة ممكن تحدث بسبب اضطراض بقانون ستارلينج زيادة الكافيلاري هيدروليك بريشر ضغط الهايدروليكي أو الهايدروستاتيك بريشر أو نقص الاقوميك بريشر بحالة نقص الألبومين وهذه السببين سبب أول سبب ثاني أو زيادة النفوذية الوعائية أو ضعف الدرينيج اللنفاوي أو التصريف اللنفاوي ثلاث أسباب لحدوث الإدماء زيادة الكابيلاري هايدريد بريشر نقص الأونكوتيك بريشر زيادة البرمابيرتي زيادة النفوذية أو اضطراب أو ضعف في التصريف اللنفاوي نذكر المحاضرات التي حكينا بمحاضرات السابقة خاصة المحاضر الأولى والثانية هيكون هدول هناليات الإدماء بشكل هدول الخطوط العريضة للإدماء هلأ نجع على كل واحدة منهم نشوف ليش بيصير هذا الشيء قبل ما ننتقل هذه الفكرة خلينا نحكي عن الكمبنساتوري فاكتور العوامل اللي بتمنع حدوث الإدماء شو هي الآليات اللي بتخيل الإدماء ما تتشكل أو هي الآليات المعاوضة هلأ اللي حتى يصير في عندي إدماء لازم يكون الـ gradient اللي هو بصالح الرشح لازم يوصل لحتى الـ 15 هلأ لما بيزيد الرشح عبر الـ capillary ذكر وقدت لكم أنه الليمفاتيك فلو جريان اللنفاوي والأوعية اللنفاوي بتتشكل جديدة بيزيد من تصريف السوائل اللي موجودة بالـ interstation وبيمنع حدوث الإدماء لحتى ما تفشر هاي المعاوضة بتصير عندي الإدماء الآرى هلأ مرضى قصور القلب الحاد ارتفاع الضغط الـ capillary pressure حتى 18 بيعملون إدماء لأنه ما عندهم ما هنم معرضين أصلاً لفرض حمل مزمن وبالتالي ما عندهم معاوضة جيدة من اللنفاويات بينما مرضى قصور القلب مزمن بتحملوا حتى 25 مليمتر لـ capillary لحتى تحدث الإدماء لأنه هنم أصلاً معرضين لفرض حمل مزمن وفي عندهم نفاويات متشكلة بشكل جيد أو يعني في عندك قوية نفاوية بشكل موجود بشكل جيد وبتصرف هالسائل اللي عميش بشكل زائد لحتى ما تفشل عند رقم أعلى ده هو 25 أتمنى تكون الفكرة واضحة وهذه المحاضرة ربما هي ملخص أو يعادة كتابة للمقال الموجود بالـ up-to-date مقال الـ up-to-date بالميكانيزينا تبع الإديمة هذا هو المحاضرة عندها حقيقة الآن نجعل الآلية الأولى Increased Capillary Hydraulic Pressure سبب هالزيادة الحجم للبلازمة بسبب أنه كل يعمل تحبص صوديوم أو في عندي Venous Obstruction or Insufficiency قصور وريدي أو عدم كفاية أو مثلا خثار أو تضيق أو إعطاء مثلا الموسيعات الوعائية نحن نتذكر أنه قلنا ارتفاع الضغط مثلا ما بيصل للـ capillaries الرشح ما بيتغير من ارتفاع الضغط لأنه في عندك Sphincters فهذه Sphincters هذه المعصيرات اللي بتسكر الـ capillaries لما بتعطي كالسوم channel pluckers هذه الميكانيزم ما عادت موجودة وبالتالي مرضى اللي بتعطيهم Amlodipine ممكن يصنع عنده الإديمة بسبب هذه الآلية هذه أحد آليات الإديمة بمرضى اللي بياخده Amlodipine مثل ما أنه زيادة حجم البلازمة هو أول آليات زيادة capillary pressure أو capillary hydrostatic pressure ليش بيزيد حجم البلازمة بهذه المرضى شوهي الآليات اللي بيزيد بتخلي الكلية تحبه الصوديوم وبيزيد حجم البلازمة في عندي مرضى قصور القلب بما فيهم الكورب المونال حكينا أنه مرضى قصور القلب تشعر الكلية أنه في عندهم نقص نقص بالحجم وبتعب تحبه الصوديوم وسوائل أكتر الآن ممكن الكلية نفسها متأذية بحد ذاتها وبتحبه الصوديوم أكتر إما للمرض فيها سبب مثلا حتم نيفروتيك سندروم واحد منهم إضافة لبقية أمراض قصور القلية المزمن كلها بتترافق مقابل الصوديوم الأدوية اللي بتأثر على الكلية وبتخليها تحبه الصوديوم سواء الإنساتس السيرويدات الفلودوكورتزون الكليتازون أدوية السكر الإنسولين نفسه الإستروجين والبروجسترون الأندروجين والتوسترسيرون كلها بتحبه الصوديوم الأرومتاز انهيبترز التاموكسيفين الهايدرالازين والمينوكسديل والديزوكسايد هذول ثلاث أدوية ترتفاع الضغطة هذول بيعملوا هايبوفوليميا وبالتالي بيحردوا الرأس والرأس بيحبه الصوديوم بينما لو عطيت مريض لوسارتان أو عطيت مريض لسينوبريل أنت أصلاح عم تحبه الصوديوم وبالتالي ما بيأدوا لأدينها ما بيعملوا وذمة لأنه ما بيصرف عندك تفعيل الرأس أصلا فهذه أحد آليات الوذمات بهذه المرضى هذول هايبوفوليميا هي تفعيل الرأس اللي بيخليه يحبه الصوديوم خليه يحبه الصوديوم وسوائل هلأ مرضى التشمع البدئي تشمع بالمراحل الباكرة آلية حدوث الأدينة عندهم هي زيادة حجم البلازمة لأنه بيصرف عنده التوسع ورعائي والكلية بتفهمها للتوسع البعائي على أنه نقص بالحجم وبالتالي بسموه نقص الحجم الشرياني الفعال الدم بالشرياني الفعال وبالتالي بتحبه صوديوم وماء صوديوم وماء في نوع من الوذمات النادرة اللي بيسموها هي محرضة بالمدرات انت عم تعطي إدرار زائد للمريض مثلا لازكس وعم يتكون معاوة عم يساوي نقص حجم وبالتالي كده عم تعاوض بأنه تحبه صوديوم ومليه هذول المرضى وقف اللازكس عندهم وعطيهم مثلا ثيرزايد ممكن الوذمات يتحسن عندهم خاصة هذول النساء مسنات في عمر الخمسينات تقريبا إذا لقيت ما في سبب للإديمة ممكن يكون عم ياخد مريض مدرات وهو أو مريضة تكون عم تاخد مدرات لازم تغيير رياء أفوها الأقل الآن إعطاء السوائل والصوديوم بالذات اللي بتحبه الصوديوم مثلا بإعطاء المصادات الحيوية مثلا الإنعاش بالسوائل الزايد خاص السريع كله هذا ممكن يؤدي إلى فرض حمل وبالتالي الكليا ما تعاود من ما تطرح هذا الصوديوم الزايد خاصة بحالة بصول الكلوي وبالتالي ينتهي معنا بأنه في عندي أنا زيادة بالبلازما بوليوم وهذا شي بيزيد الرشح عبر البيلاريز وبيساوي إديمة حالات الفينوس أبستركشن أو الإنسوفيشنسي اللي هي هون في عندي مثلا انسداد على مستوى الأوري دي عم يرفع الضغط بشكل راجع على مستوى الشعريات بحالة مرضى التشمع المتقدم والهيباتيك فين أبستركشن هون آلية حدوث الوزمات أنه في عندي أنا تضيق أو في عندي خليني أقول تضيق أو وريدي داخل الكبير الأبستركشن انسداد بسبب العخيدات التشمعية وهذا الشي بيعمل بينعكس على الشعريات وبسبب وزمات وبسبب الحبن بالنسبة لوزمة الرئة الحادة سببها نفس المبدأ أنه في عندي أنا ضغط على مستوى القلب الضغط عالي ما عم يخلي السوائل ترجع اعتفاع الضغط بشكل سريع على مستوى القلب الأيسر الهيدرستاتيك بريشر حيرتفع على مستوى الوريد الريئوي وبتالي تنزح السوائل إلى الخلال ثم إلى الأسناخ هلأ لو كان فيه انسداد وريدي موضع سواء بسبب خثار أو تضيق مثل ما أنا مرضى المرضى الأيفي في السيولة ممكن يتعرضوا لهذا كتير بيصيف عنده الموزمات في هذا الطرف اللي بيصيف فيه ثرومبوسيس أو سينوسيس هلأ مرضى القصور الوريدة المزمن لمثالا بعد البوست ثرومبوتك سيندروم كمان يكون معرضين لوذمات في الطرفين السفليين مثلا بالنسبة لنقص الألبومين نقص الألبومين يؤدي إلى نقص الأنكوتيك بريشر وبالتالي بيصير الهايدرستاتيك بريشر غير معاكس في حالة نقص البروتين سواء النفروتيك سيندروم وفيه إلى آليات مختلفة لين نفروتيك سيندروم ربما ما هو موضوع محاضرة اعتلالات الأمعاء المضيعة للبروتين نقص البروتين الشديد يسموه السغل أو السجل اللي هي بتساوي وذمات شديدة بكل الجسم أو بكواشيكور إذا بتعرفوه مثلا كلها بتنتهي بهذا النمط من الوذمات الشديدة بكل الجسم بسبب نقص الألبومين الشديد الآن تصنقص تصنيع الألبومين ربما يساهم بحدوث الوذمات بمرضى قصور الكبد أو بمرضى تشمع الكبدي ومرضى سوق التغذية الشديد اللي هو هذا هو ربما أنا صربت مع هذوي التنتين مرضى سوق التغذية الشديد ممكن ينتهي هذو من المرضى السغل ينتهي معهم بحدوث الوذمات بسبب نقص الألبومين الشديد خاصة عن الأطفال عن نحكين الآن بالنسبة لل capillary permeability increase the capillary leak مرضى الحروق إذا كان فيه ترومة في chemical thing في inflammation سواء حروق أو ترومة sepsis inflammation بسبب ثاني allergic reaction الارض هن الوذمات غير ما لا علاقة بقصور القلب ووذمات الأرض هي سبب زيادة الوذنفوذية هي وذمة التهابية بعض مرضى السكر ممكن يصبح لديهم وذمات بأطرافين السوفين بسبب زيادة النفوذية أيضا العلاج من interleukine 2 الحبان الورمي كلها بسبب هذي نفس الآلية بينما هلأ مثلا lymphatic drain obstruction ممكن lymph node dissection مثل ما عنا في جراحات السدي node enlargement تخامة العقد الخبيثة إضافة إلى ربما الhypothyroidism يحطوها تحت هذا التصنيف وحنشوف ربما إلا آلية مختلفة شوي نوعا ما والmalignant ascitis اللي هو الحبان الورمي ولاحظوني ما حطيت أنا الفيلاريا لأنه ما مذكر بالأبتدير لأنه أصلا مرض ما مشوفه غير بالكتب حقيقة أو بتشوفه بأفريقيا إذا أنت عايش بأفريقيا الآن بالنسبة الميكس اديم الميكس اديم اللي هي الوذمة المخاطية تبع وذمة قصور قصور الدرق هذي الوذمة سبب زيادة اللي بيترافق مع تحبس السوائل بالحبس الماء بالانترسيشيوم وبالتالي بيأدي الوذمة غير انطباعية مرة تانية هون اللي هم يزيد ما هو السوائل بحث ذاته اللي هم يزيد اللي بيترافق اللي بيترافق وهي عم تحبس معاها شوية ماء وصوديوم وعم يعمل اديمان غير انطباعية وذمة غير انطباعية بالحقيقة العملية ربما اكتر اربع اسباب شائعة للوذمات المعممة مرضى قصور القلب مرضى تشمع الكبد النيفروتيك سندروم ومرضى قصور الكبد المزمن اضافة ل وطبعا الاسر دي فورشور واضافة ل البريميستر الاديمة والحمل اللي هن ربما كما عن سبب شائع كونه بيصيب النساء زيادة النفوذية البيعائية سبب السايتوكينز الفيزو ديليترز مثلا ربما عناصر اضافية خارجية محا ربما احكي الكلمة بهذا السليد اتمنى اني اضغط على موضوع الاديمة بكل ما اعلمه عن الموضوع حاولت انا جزئ المحاضرات ل المحاضرة لست اجزاء اتمنى اني اغطيتها وتمنى اني كانت مفيدة هيكون في جزء سابع هو عبارة عن مختصر لكل اللي حكينا ربما لما حابب يسمع التفاصيل يسمع فقط الجزء الاخير السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة